بعد سباق إنتاج وابتكار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يبدو أن العالم يعيش مرحلة سباق إعطاء اللقاحات لسكان ومواطني كل دولة تظهر الأرقام تباينا كبيرا في معدلات التلقيح في الدول الغربية ففي حين تجاوز عدد متلقي اللقاح في الولايات المتحدة عاجز المائة وخمسة ملايين لم تتجاوز إيطاليا الستة ملايين ونص مما جعل السلطات هناك عرضة الانتقادات بسبب التباطئ في دولة سجلت أكثر من مئة ألف وفاة كإحدى أكثر الدولي تضررا بالفيروس وتبعاته انتقادات دفعت إلى تعيين مفوض خاص جديد بالفيروس تلا خطة لتوزيع خمسمائة ألف جرعة يومية وتستهدف تلقيح ثمانين بالمئة من مجموع سكان البلاد بحلول سبتمبر خطة تشمل زيادة أعداد العاملين الصحيين والاستعانة بمختلف التخصصات والأطباء المبتدئين واستخدام الثقنات العسكرية والأسواق المغلقة والمدارس والصلاة الرياضية كنقاط تطعيم في الجوار تسعى دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة وفرادة للحاق بسباغ اللقاحات لكن لا يزال التكتل في المرتبات الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين بنحو ثمانية وأربعين مليون جرعة في حين وصل العدد في الصين إلى ثلاثة وخمسين مليون وعطت الهند تسعة وعشرين مليون جرعة وتحل بريطانيا خامسة على المستوى العالمي بنحو خمسة وعشرين مليون جرعة لقاح ترجمة نانسي قنقر